السلام عليكم ومرحبا متتبعي قناة الحمدي مرحبا بكم في هذا اليوم الذي ان شاء الله من خلالي سأقدم درس الإيمان والفلسفة من دروس التربية الإسلامية الموجهة لأولى باكالورية الشعب العلمية فقط عندي ملاحظة هناك قناة على اليوتيوب اسميتها كيزاكو تقدم دروس طبعا دروس التربية الإسلامية دروس مخالفة تماما لما جاء في الإطار المرجعي إذن رجاء فتأكدوا من هذه القناوات لانتم تتبعوا لأن المحاور التي تقدموا في ذلك القناة هي محاور مخالفة تماما ومشي المحاور لانتم تتقرأوا في القسم إذن فأتمنى على أنكم أيضا نصحت زملاء دي لكم لتتبعوا في القناة إذن إن شاء الله سنبدأ إذن هناك نصوص سنبدأ الفهرس نصوص الانطلاق أولا التفكير الفلسفي يقوي العقل ويطور التفكير ألف مفهوم التفكير الفلسفي باء التفكير الفلسفي يقوي العقل ويطور التفكير ثانيا أثر المنهج الفلسفي في ترسيخ الإيمان وثالثا لا تعارض بين الفلسفة الراشدة والإيمان الحق إذن سنبدأ إن شاء الله بالنصوص نصوص الانطلاق قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين سورة يوسف الآية سبعة وأيضا قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب سورة البقرة الآية 268 هناك بعض الشروحات لبعض الكلمات الصعبة آيات نقصد بها حجج وبراهين ثم الحكمة نقصد بها الإصابة في القول والفعل والفقه العميق في الأشياء أولو الألباب أصحاب العقول نيرة الراجحة التفكير الفلسفي يقوي العقل ويطور التفكير مفهوم التفكير الفلسفي إذن التفكير الفلسفي هو إعمال الإنسان عقله لحل مشكلة أو تفسير أمر غامض بالاستناد إلى مجموعة من الحجج العقلية والبراهين المنطقية إذن الفلسفة تعتمد على العقل والاستدلال والبراهين المنطقية لتفسير أمر غامض بالنظر إلى خصائص التفكير الفلسفي وأنه فكر حر ونقدي وتجريدي وكلي ينطلق من أسئلة إشكالية ثم استدلالات منطقية للوصول إلى الحقيقة التي توافق العقل إذن التفكير الفلسفي لا يمكن أن يتوصل إلى حقائق يعني لا يمكن العقل أن يتقبلها إذن التي توافق العقل وأنه لا يسلم بفكرة ما إلا بعرضها على العقل مجرد وفحصها ودراستها والتأكد من صحتها أو خطائها فأكيد أن هذا التفكير بمثل هذه الخصائص سيقول العقل وسيطوره ويفتح أمام صاحبه أفاقا جديدا للفهم ويجنبه الزيغة والانحراف أي الزيغة والانحراف في الأخطاء ويسهل عليه التفريق بين الحق والباطل والحقيقة والخرافة والجميل والقبيح سأنتقل إلى محور قبل محور آخر إذن بالإضافة إلى أن العقل في حقيقته مجموعة من الأفكار التي تولدت من التفكير فالأفكار هي أصل العقل وبكثرتها يتوسع العقل ويرقى ويتطور نعم ثانيا أثر المنجل الفلسفة في ترسيخ الإيمان إذن لا تعارض سنرى أن لا ليس هناك تعارض بين الفلسفة والإيمان خلاف ما يروج في مجتمعنا على أسس أن هناك الفلسفة تؤدي إلى الإلحاد وإلى الكفر بالله سبحانه وتعالى وبكل أمور متعلقة بالدين فعكس ذلك سنرى ذلك إذن المنهج الفلسفي يدعو إلى التفكير في المخلوقات والبحث عن حقائقها والعلاقات الموجودة بينهما وهو أمر يقوّل إيمان في قلب المتفكر وينقله من إيمان مقلد إلى إيمان العالم العارف بالله تعالى تكامل بين المنهج الفلسفي وبين الإيمان المنهج الفلسفي يعتمد على التحليل المنطقي والاستدلال العقلي وهذا يفضي إلى محاربة كل الأساطير والانحرافات الأساطير الموجودة في المجتمعات العربية والانحرافات التي تحجب الحق عن الخلق وبذلك تصفو علاقة العبد بالله تعالى وتزداد طاعته وخشيته ومعرفته به سبحانه حقيقة المنهج الفلسفي التأمل والتفكر في الموجودات وإدراك العلاقة السببية التي تربط بين عناصرها والكشف عن هذه الحقائق يؤدي إلى الاعتراف بوجود الله وعبادته والتقرب إليه إذن ثالثا لا تعارض بين الفلسفة الراشدة والإيمان الحق كما سبق وأن أشرت لكم في المحور الثاني إذن إن العلاقة بين الفلسفة والدين علاقة تكامل وتوافق ما دام أن غايتها واحدة تتمثل في بلوغ الحقيقة وترسيخ الإيمان بها ولهذا فالفلسفة حق والدين حق والحق لا يضد الحق بل يوافقه ويشهد له كما أشار إلى ذلك ابن رجد إذن فإذا وجد اختلاف ما بين الفلسفة والإيمان أو فإذا وجد اختلاف ما بين الفلسفة والإيمان فهو لا يخلو إما أن يكون وهميا أي هذا الخلاف بين الفلسفة والدين راجعا إلى قصور عقلي قصور صاحب هذا التفسير أو حقيقيا راجعا إلى كون الإيمان غير حق أو كون الفلسفة غير الراشدة إذن لا بد أن نجد هناك اختلاف بين أو عدم تكمل بين الفلسفة والدين فهناك قصور إما أن يكون في صاحب هذا القول الفلسفي أو في صاحب الذي قدم تعريفا للإيمان وفسر تلك النظرية أو إلى غير ذلك ومما يؤكد هذه العلاقة تكمل ما يلي أن الدين والفلسفة يدعوان معا إلى إعمال العقل ديننا الإسلامي فهو يدعو إلى أن يستعمل الإنسان العقل ونبذ الجهل ومحاربة الخرافة وأكيد أن العقل إذا تجرد عن المؤثرات فسينتج معرفة لا تعارض فيها وأن الدين يعتبر العقل مصونا له وليس خطرا عليه أن الحقيقة واحدة غير متعددة ولا يمكن لها أن تتعارض لذلك فهي تكشف إما عن طريق الوحي أو عن طريق العقل تنسى أمر إذن قال ديكارت أنا موجود فمن أوجدني ومن خلقني إنني لم أخلق نفسي لم أخلق نفسي فلابد لي من خالق أخلق نفسي فلابد لي من خالق وهذا الخالق لا بد أن يكون واجب الوجود وغير مفتقر إلى من يجده أو يحفظ وجوده وأن يكون متصفا بكل صفات الكمال ثم أيضا قال بيكون إن قليلا من الفلسفة يتجه بعقل المرأي نحو الإلهاد قليلا من الفلسفة أما التعمق فيها فمن شأنه بالضرورة أن يقود عقول الناس نحو الدين إذن لاحظتم معي كيف أن لا وجود أو لا تعارض بين الفلسفة وبين الدين أو بين الإيمان إذن أتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذا الدرس وإذا كان هناك أي سؤال أو أي استفسار فلا تترددوا أن تتركوه في التعليق وإلى الحلقة القديمة إن شاء الله